يا مرحبا فيكن يسعد أوقاتكن إن شاء الله تكونوا بخير وصحة تكونوا كويسة وأيامكم كلها عطر ومحبة وأتمنى تكونوا يعني بأتم الحال وأحسن الأحوال بهذه الظروف الاستثنائية وكلنا قاعدين بالبيت مثل ما شفته وإن شاء الله هلأ بلشت الأمور يعني تتحلحل أكتر بظروف كورونا ويعني الحظر المفروض على كل الناس خوفا على الصحة من النصايح اللي ما بنسى دايما نكررها انتبهوا من أنه يعني تشموا العطور بالمحلات تمسكوا الأنينة ما تكون يعني يكون حدا قبل كن ما معقم إيديه هلأ طبعا بأوروبا بالمحلات الكبيرة والمشهورة التسترز دايما موجود خلف الأناني بالمحلات ما موجود معروض لحتى كل الناس تمسكوا فأغلب الناس اللي بدأت شمع العطر بتروح أو السيلزمان وبقولوا نحنا بدأ نشمع العطر بيشمموه هنا وبعدين بعقموا أو إيديهم بتكون أورادي معقمة هيك من الأشياء اللي متبعة بهالأيام اللي عم لاحظة بكل محلات العطور هلأ خلينا نفوت بالموضوع يلي أنتو بتعرفون يعني من أنا من عشاء العطور ولكن قليل ما أهتم بعطور النيش يلي ممكن تكون يعني أسعارها شوي يعني غالية ودائما يعني بنوه لهذا الموضوع إلا أنه من فترة يعني لفت نظري بأحد الشركات يلي بتصنع عطور النيش بفرنسا وبصدفة يعني أحد الشباب نصحني فيها ودخلت على الموقع شفت قصة كتير حلوة عن مراحل الحب يلي جسدت بالعطور تبعيتهم هنه يعني شركة منشأة من 2015 بس أنا بصراحة ما شميت من أول إلا أنه لقيت عندهم كليكشن اللي هي الأميروس أميريوس إذا لفزت اسمه صح طبعا هذا الكليكشن يلي بتكون من سبع عطور طبعا كلها يونيسكس هاي العطور يلي بتجسد مراحل الحب السبعة ومن خلال اللي ذكروا لي يا كتير كان لطيف الشرح عن الحب ورح أحكي لكم شو هي مراحل الحب السبعة اللي جسدوا فيها العطر يلي انبنى عليه هذا العطر طبعا البرفيومرز اللي كانوا هنه ثلاثة اللي مساويين هذا العطر أو هاي المجموعة والكليكشن منه العطور ويعني كانت تتوافق مع مراحل أو إلهام من المراحل السبعة للحب واللي بيسموه الحب البكاركتر يونيفيرسل والحب التوافقي الحب الأعمى الحب الحسي الحب التجريبي والحب المشاعري والحب الشخصي هول المراحل من الحب اللي انشئت في العطير منما استفزني انه يعني اطلب هاد الكوليكشن من فترة طبعا لجرب يعني أحد العطور كمان يلي لفت نظري هلأ بحكي لكم عنه العطور يلي مكونة هون إذا بتشوفوا الكوليكشن إن شاء الله تكون الصورة واضحة أو الصوت ضابط كمان بارفام كريبتي هو هادا اللي طلبتو يلي لقيتو كتير معقد وحلو والقبليتو والمومنتوس تيرفيك الاكسايتينج ستوري وجيفمي اهاج ولونجاج داموغ طبعا البرفام كريبتي يعني مشفر بالفرنسي وهو اللي استفزني انه انا جيب العطر والحمد الله ما خبت يعني فيه طبعا والتاني الاوبليتو بالفرنسي انسى العالم أنا ما عارف بالفرنسي ولكن ترجمته ومومنتوس لحظات وتيرفيك رائع يعني وندرفول بالانجليزي اكسايتينج ستوري القصة المثيرة أو قصة مثيرة طبعا بالانجليزي وجيفمي اهاج كمان اعطني حضنا ولونجاج داموغ بصراحة ما يسمى لغة الحب واللي بتعني اشياء كثيرة طبعا كلنا يعني بنعرف لغة الحب وكمان من الاشياء اللي انتبهت الله اللي هي الفينيشنج تبع النينة العطر اللي مكونة هي تماما من خشب يمكن ليتينج اسمه اللي هو استفزني انو اجيب هادا العطر هو اكتر واحد يعني خلاني مشفر يعني عطر مشفر هذا هو العطر العلبة كلها من الخشب مصنوعة من الخشب المالس الفرنسي الفاخر هادا اللي كمان حسيته من الاناني الغريبة اللي بحب تكون بالكوليكشن عندي طبعا الانينة ماجنت العلبة ماجنت متل ما شايفين وهادي شكل الانينة اللي بتيجي الكوليكشن كله بهذا الشكل الا انو اللابل مغير باس هادا هو شكل الانينة تمنى تكون الصورة يعني واضحة ما تكون معكرة هادا بتيجي 75 ميلي الانينة هلا رح نيجي شوي على الانينة ياللي سعر العطر تقريبا بحدود 160 اورو موجود على الموقع عندن وان شاء الله بترككم ايها تحت بالوصف الانينة بهذا الشكل فاخرة جدا يعني وشكلها شكل الخشب او الفنيشينك الغطة طبعا خشب وهي ازاز الانينة بس بعيب عليها بس انو كلها كانت فاخرة ويعني متعوب عليها الانينة ومتعوب على شكلها بس المشكلة به ان شاء الله تكون اسطورة ما بعرف ليش هيك عم يطلع عندي هون خط بالضو ان شاء الله تكون هلا هيك اوضح ما بعرف ليش ما اختاروا يكون الغطى مجنت ليعبر عن انجزاب الطرف الاخر بالحب من شخص لاخر بكل احوال يعني هاي ملاحظة كان لازم يعني احكي عنا انو الكوفر لازم كان يكون مجنت لحتى يكفي هاي القصة الستوري الدافية يلي حكوا عنا طبعا بارفام كريبتية عطر مشفر يلي خلاني يعني او استفزني انو اقرى النوتات تبعيته رح ارى لكم اياها هو عطر فلورل وفروتي بالتوب نوت طبعا العائلة تبعيته ستروسي بالبداية ومكون من الحامض والجريب فروت والليمون وبالميدل نوت يعني بالنوتات الوسطى ينتمي العائلة السبايسي اي يعني البهارات يلي بحب يعني البهارات والفلورل يلي هي النوت الزهرية طبعا مكون من الزعفران والورد وجزد الطيب وفي البيز نوت مكون من عود الصندل البتشولي الفانيليا والعنبر وكلكم تعرفوا دايما هذا البيز يلي بكون ضخم وقوي وثقيل العطر بيستاهل سعره كرائحة بتتمتع فيها وسبات طويل من هاي العطور اللي انا جربتها وان شاء الله الكوليكشن الآخر او باقي العطور اللي بالكوليكشن اعجبني من هون اتنين هون اتنين ان شاء الله رح يعني كمان احاول اطلبهم لحتى بس افحص العطور هذا يعني النظرة الاولى لهاي الكوليكشن بعض اتنين من العطور يلي ما حسيتها يعني كتير انا حبيتها يمكن الاكسايتنج ستوري او ما عد اتذكر اللي هو اي الاكسايتنج ستوري اعتقد هو هذا عود بيشبه او بيعطي على اذا بتتذكروا على الانينة اللي عملت عليها ريفيوي اللي سعرها بحدود 700 دولار اللي غطاها ذهب بيروح لهاي النوتات عود مولف وحلو بس انا ما ناسبني ما حسيت انه انه انا كتير حاببة وواحدة اخرى هلأ باقي الكوليكشن حلو ما تعوب عليها جميل رح حاول اذا الله راد افحصوا له فترة اطول وشوف شلون بتفاعل معه بتتفاعل روحي معه ورح انصحكم يعني بالاشياء اللي بشوفة اذا كانت يعني كويسة او لا بالمراحل التاني ان شاء الله اذا رح اشتري من هاد الكوليكشن فهو يعني غالي ان شاء الله رح حاول اتواصل معه ونشوف اذا بنقدر يعني نحصل سعر حلو كونه يعني شركة مميزة بالدفق وان شاء الله يكون الكونيكشن معهم كويس باقي العطور اللي شميتها حلوة الا متل ما بتلكون اتنين ما ما حسيت انه انا كتير يعني ميال لان يمكن الازواء متل ما بنقول دائما الازواء تختلف يمكن كتير منكم يحبوا شي انا ما حبيت ويمكن انا حب اشياء كتير مثلا من من الاشياء او العطور يلي انتو ما بتحبوها بكل احوال التجربة يعني كتير مهمة واتمنى منكن او انصحكن اللي بحب يشتري او يعمل كوليكشن قوي وحلو وبحسب النوتات من خلال قراءته لا الى وبينجح او عنده يعني الفراسة والمهارة انه ينتقي من خلال قراءته للنوتات يروح يشتري لانينا يلي بحبها من هادا الكوليكشن مثلا لا يجمع كوليكشن كبير وحلو شو اللي بناسبه منه ما بعرف يعني انت كيف بترتقه هادا احد عطور النيش اللي حبيت اعمله ريفيو وبصراحة انا الكوليكشن عندي ما عندي كتير عطور نيش ولكن يعني عندي مما يكفي للي حسيته من عطور هيك محبتي لالكن دايما مستمرة وكبيرة وان شاء الله بالقادم من الايام بنشوف اذا قدرنا نعمل تقييم لباقي العطور من هادا الكوليكشن محبتي لالكن كتير كبيرة اه واتمنى اه رعاية رب العالمين يعني تحوطكن كونوا بخير وبامان الله مرحوط مرحوط